شاهدين على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم في هذه الحلقة التي نعلق فيها على استقالة نور الدين بدوي رئيس الوزراء في الجزائر أو ما يسمونه هناك بالوزير الأول لأنه الشعب الجزائري لا يثق فيه لأنه كان وزير الداخلية في عدب وطفلقة وزور انتخابات كده بعدد شعر راسك فالرجل يعني تاريخه في التزوير والإجرام والتعذيب والقتل طويل جدا المهم حصل ضغوط مطالبات من الشعب وضغوط من قيد صالح أنه يستقيل وفقا للدستور الجزائري فإنه لا يجوز تغيير الحكومة القائمة وقت إجراء الانتخابات إلا إذا هذه الحكومة قررت أن تستقيل فبالتالي حين عندنا ضغوط من الشعب أو مطالبات من الشعب وقيد صالح ضغط على نور الدين بدوي فهو لم يستقل من تلقاء نفسه إنما أقالوه واللي قاله مفروض أنها تعلن خلال الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة وبالتالي بنوجه الشكر لقائد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري أنه يستجيب لطلوات الشعب غير قانون انتخابات الرئاسة الآن بيقول حكومة نور الدين بده في صورة استقالة مع الحفاظ على الشكل الدستوري بيشير رؤوس الفساد أنه يضع رؤوس الفساد في السجن مسألة مهمة بس ممكن بعد كده يفرجوا عنهم إنما أقويس أنه يحطوه في السجن لكن أنا أتكلم أنه يتخذ الإجراءات التي تضمن نزاهة الانتخابات أنه عمل لجنة خاصة بالانتخابات سيصدر قانونها هذه اللجنة عملها مستقلة عن وزارة الداخلية طبعا أنا منتظر أشوف نصوص القانون حتى أعرف كده هيدمر نزاهة الانتخابات ولا والأهم هو إرادة الجيش نفسه إرادة قائد صالح في أنه يجري انتخابات نزيهة وهو خلق طوال هذه الفترة كلها قدم ما يفيد حسن نهياته بداية من إقالة أنه خلع بطفليقة بداية من أنه حافظ على الدستور الجزائري ولم يجعل الجزائر بلد ملطشة الأمريكان وفرنسا كل بقى تعدى تلطش على ألمين كما يجري في السودان الملطشة السودانية الموجودة والمستنقع السوداني وشايفين إزاي الموظف وزارة الخارجية الأمريكية كمان بيدي أوامر للسودان هل أنت تعمل كذا ولا هنعمل فيك وتساوى والتحاد الإفريقي والسيسي اجتمع والسيسي كمان كنا هيبلدتش في السودان فيحسب لقاية صالح أنه منع كل هؤلاء أنه هم يلدتشوا في الجزائر ويحطها تحت جزمته يحسب له هذا من خلال حفاظه على الشكل الدستوري وطبعا هو كان ممكن يدعمل نفسه عفتاح براء عفتاح براء ده راجل أنا بعتبره عميل لأنه راجل عشان يسمي نفسه رئيس مجلس السيادة ويقف في المطار ويفرشون السجادة الحامرة ويسلم على مش عارف الرئيس الفلاني جاي والرئيس الفلاني جاي ويقعدوا تصار في التلفزيون هيقعد ساعتين كده ضمر السودان البعيد الله ينتقى منه عشان خاطر ياخد لقب رئيس مجلس السيادة هتبقى تاخدوا معك في القبر وانتنازل يا موكوس إنما يحسب لقاية الصالح أنه لم يطمح أنه يسمي نفسه رئيس مجلس السيادة وكان ممكن يعمل فترة انتقالية ويدمر الجزائر وكانه هم عندهش مشكاله هو لو هيضمر الجزائر وكلام من هذا القبيل كم يقول له بعد خمس سنين نعمل فترة انتقالية ما تنتيش خالص لحد ما الجزائر ما يبقاش في جزائر تتأسم بالنسبة لنور الدين بدو إذا نفذ الاستقالة فعلا فأنا شخصيا أؤيد العفو عنه وإنه خلاص نقفل يعني تاريخه انته بمعنى إيه بمعنى إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه اللي هو راجل جاء قبل ما احنا نقدر نوصل للحكم وقال يا جماعة نسيب المسألة وماشي خلاص نحن بنكافئه بالعفو عنه وإن احنا لا نتابعه ولا نطارده ولا شيء من هذا القبيل لأن احنا احنا مشيين في طريق الذي يقف في طريقنا احنا بيننا وبينهما اللي لا شوفوا يعني مش هنسيب هو لابد نحقق هدفنا فالذي اللي وائف عقبه في طريقنا وجي قالوا والله خلاص انا سيب لكم الطريق وافتح لكم الطريق وامشي خلاص احنا بندي له عفو مقابل ان نشجع غيره على ان يلتحق بهذا الامر ما هو هدفنا يا جماعة ما هو هدفنا ركز في الكلام هدفنا مش دولة مدنية الكلام ده بتحقوا عليه دولة مدنية دي يعني دولة علمانية يعني مش ده الهدف لا الهدف واحد الجزائر موحدة لانه الامريكان والفرنسيين وكل هؤلاء بيخططوا لتقسيم الجزائر مسألة معلنة انتو يعني والشعب الجزائر مثقف اكثر مني في هذا يعني فهم هدفهم تقسيم الجزائر فانا هدف الان الحفاظ على الجزائر بلد موحد بعلم واحد واحنا شاهدنا خلال الايام الماضية بدأت تظهر في المظاهرات اعلام فرنسا تاني اللي عملها العديد في فرنسا واعلام الشعي فالرجاء بشدة هذا العلم مفيش العلم الجزائر اللي يرفع اي علم اخر الصح يتشال يتحط في السجن ولو المتظاهرين دول وقفين بجوار العلم ده ومشيين كده علم غير علم الجزائر يبقوا ناس مش مزبوطة انا بقولها بمنتظ الصراحة الامر الثاني بهذه المناسبة اخي جزائري مسلم من الامازيغ اتصل بيه من الامس وتحدث معي في هذا الامر وقال لي والله انا ضد الشعيين وضد العلمانيين وضد تقسيم الجزائر وانا مع اللغة العربية قال لي مش في الجزائر فقط لا ده مفروض من السنغال حتى جكرت في اندونسيا لان احنا مسلمين وهذه لغة الاسلام ولغة اهل الجنة وده اللغة اللي مفروض كل المسلمين يعرفوها معرفة جيدة وتكون اللغة الرسمية قال لي ولكن ليه طلب عندك بعض الناس بيستخدموا مصطلح الزواف وقال لي هذا المصطلح بقى يعني بيلصق بنا وبيقدمنا على ان احنا اللي كنا بتوع فرنسا او شيء من هذا القبيل واذا بيجعل فيه حساسية في نفسنا وإحنا كنا ضد فرنسا وإحنا كان لنا مجاهدين كثر وقادة كثر حراب الجيش الفرنسي فحبازة ان انت تطلب من الناس عدم استخدام هذا المصطلح قال لي لاني بقى قلت له حتى قلت له طيب اذا كان هذا المصطلح انا لم استخدمه قط يعني لان تجده في اي فيديو استخدمت هذا المصطلح قط يعني انما قال لي فقلت له خلاص لانه حتى لو واحد افرض ان واحد جاء عمل نفسه انه قومه جي عروبي وقال وعاوز اشتن في الامازيغ من مسلمين الامازيغ فهو ده جزء ده عميل فرنسا برضو خلي بالك ليه لانه بيزرع العنصرية يعني لك نحن عرب ودول مش عرب ده عميل فرنسا زي اللي يقول نحن امازيغ ودول مش جزائرين او بدول كذا برضو الاتنين الاتنين سواسية خلي بالك لا فرق بينهم اللي يقول نحن مسلمون نحن شعب الجزائر المسلم خلصت ولغتنا لغة الاسلام اللغة العربية خلصت ما بنتكلمش عن اعراق الاعراق دي ما احنا شنقودها معنا في القبر داعت لما ندفن ونموت انا حتلت له حتى انا باستخدم مصطلح الشيوعيين والله الشيوعي ده كان طلع عربي طلع من الامازيغ طلع من الهندوس طلع من العنكفوكوش لان هم الشيوعيين اللي بيعدوا يعملوا كل هذه الفتن وهم عملاء لفرنسا ولامريكا لو الاسرائيل وكل يطلع بقى اي مكان عرقه او كده انا ما ليش علاقة بعرقه انا ما ليه علاقة بانه هو الشيوعي والشيوعي بيكره بيكره كل لو الشيوعي في بلد مسلم بيكره شعبها المسلم ولو في بلد مسيحي بيكره البلد المسيحي اشوفه الشيوعيين عملوا في روسيا طلعوا رحمة امر ارسفزوكس هنا الشيوعيين عندهم حقد شديد على الشعب الذي ينتمون اليه فالشيوعيين في الجزائر بيكرهوا الشعب الجزائري سواء كان اللي اصله عربي او اصله امازيغي او اخي مش عاوزة اخش في الحاجات ده انا بقرأ اخش في الموضوع ده فبالتالي ارجو الانتباه لهذه المسألة وطبعا العلمانية بتنقسم للشيوعيين وبتنقسم للليبراليين بس من اللي بيحرك كل الفيلم كله الشيوعيين لان الشيوعيين هم يرتزقون بالجدل الشيوعي يعني هي مهنة مش عقيدة على الفكرة يعني ده ياخد فلوس مقابل يطلع يقول كذا ويعمل كذا ويسوي كذا ويسوي كذا ويسوي هذا الكلام طيب نرجع لموضوعنا احنا ايه هدفنا يا جماعة الحفاظه على الجزائر بلد موحدة ده الهدف رقم واحد فاللي هيمشي في طريق ان الجزائر بلد موحدة انا معاه اللي ضد الجزائر موحدة انا ضده خلي بال اصل طب اسرائيل عاوزة تعمل دولة مدنية في الجزائر بس اتقسمها نمشي مع اسرائيل لا امريكا عاوزة تعمل دولة مدنية في الجزائر بس اتقسم نمشي مع امريكا لا فرنسا عاوزة تعمل لا انا هدفي دولة موحدة اللي عاوزة يمشي معي في هذا الهدف اهلا وسهلا اللي بيعرقل او ضد الجزائر دولة موحدة انا ضده ولا اضع يدي في يده ابدا هو عدو وانا عدو اللي يقسم بلد مسلم هذا خائن تحت اي مسمى الامر الثاني هدفي هو انتخابات نزيهة هو احنا ايه احنا عوزين دولة ديمقراطية مش هي تعود تقوله الديمقراطية الديمقراطية يعني ايه يعني الشعب يحكم الجزائر مش ده هدفنا كلمة مدنية دي كلمة ملتبسة لانه بعد كده يقولك المدنية دي قصدنا بها العلمانية انت منتش فاهم ارجع هيقرأ الفيلسوف الفرنسي 만 تسقيو الفيلسوف الفرنسي فانتنكمشو والفيلسوف الفرنسي حنكمشو والفيلسوف الفرنسي بتتمكنتشو انا باقي اتناقش مع المحامين في ضيعة الحقوق اللي Lindsey يجري في المحاكم المحاكم الرومانية اللي هو بيسموها المحاكم الحديثة هذه يعني وقواليم فبعدين يناقشهم ويقولهم الكلام ده خزع بالي وانتو ضيعت حقوق الناس والكلام اللي انتو بتوعي لاتو يتعلق في كالاتو حقوق ده وكزا وأنا دارس قانوني يعني شبه دارس قانوني بقوة والقضاء دول بضع حق الناس واللي بيقرى ده في المحاكم تاريج ايه واحد يخش المحكمة يقضى 4 مبالسنين والستات يتبهدل و ايه ده ليه كده تعمله في الناس كده ليه اقول لك اصل حق موجود فين ده يقول لك اصل ده وجود في الفيلسوف يقول لك قال الله و قال الرسول تقول لك قال الفيلسوف فيلسوف من ده ولا موزة كان مقضاف خمارة كان في غرزة بشد كلها يعني راجعوا بقى توريخ الفلافيسة يعني المهم اش عايزين نخش في طريق الفلافيسة لما انا كنت زمان بقرأ للفلافيسة بس مش وقته بقى عشان احنا عالم مش وقته كل احنا عالم وقت الايه نزبطين دماغنا كده ونصليين والحمد لله ونزبطين دماغنا طيب فنرجع للمسألة احنا كنا بينقول ايه اه فالهدف هو جزائر انتخابات نزيحة خلاص بقاش مدنية مدنية ممكن بقى تقول لك ده علمانية وده اللي بيجرى في السودان الان قال لك ستكونوا شو عمين مدنية وعندنا في مصر لما السيسي جاب الرقاصات الى هام شاهين وليل عائل وكل الرقاصات اللي انتو عارفينهم دول فقال لك احنا مدنية وهما حط في دستور السيسي كده فأيامنا احنا عام الرئيس مرسي لما جاء نكتب الدستور فجمع الرقاصات دول قالوا مصر مدنية فقنا عامها الاعضاء اللاجنة الكتاب الدستور من الاخوان المسلمين قالوا لهم ما هو اصلا رئيس البلد مدني الواق دكتور مرسي الله يرحمه والحكومة والشامق اندير رئيسه الوزراء مدني والحكومة كلها مدنية مال احنا مين نطلع مين يعني احنا مش عسكر قال لهم لا اصلا مدنية دي في مواجهة الدولة الدينية يعني ايه والاسلام مفوش دولة دينية قالوا لا ما انتم شو عمين اصلا مدنية دي تعني العلمانية شوفوا اللي بيجرى في السودان الآن تمام والآن السودان حتى خدت فيه كلية هناك خدت قرار بمنع الطالبات اللي تلبس عبادة خش الجامعة لابد البنت تيجي لابس البنطلو وتعزقوا كمان شوية بعد كده شوية البنت تيجي بالميكورجاب وعلا هنعمل فيه طيب فهذا هو اللي يجري فيه الجزائر فاحنا هدفنا للحفاظ على واحدة الجزائر اتنين الحفاظ على نزاية الانتخابات او انتخابات نازية ثلاثة ان الشعب الجزائري يختار رئيس محترم قادر وكفء وامين ونزيء بعد ذلك اربعة تثبيت هذا الحكم تثبيت حكم الشعب وترسيخه بحيث لا يجري عليه انقلاب عسكري رقم خمسة ان نخلي الجزائر دولة عظمى دولة قوية دولة كبيرة يعود لها مجدها الذي زال ندعو الله سبحانه وتعالى ان يعود مجد الجزائر مرة اخرى بإذن الله وان شاء الله اللهم امين هارجو مشاهدين ان تكون الصورة الاضحة وارجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر ومن يرى في التواصل معي رابط صحاتي على الفيس بوك وتويتر اسفل الفيديو ايضا اسفل الفيديو رابط لاهم الكتب المسموعة لليوتيوب ارجو ان تسمعوها لأهمياتها في مجال التاريخ ومن بينها دولة الاغالبة انا ادعو الاخوة الجزائرين يسمعوا كتابين موجودين في الرابط اللي تحت كتاب دولة الاغالبة هتشوفوا مأساة نفس الفتنة اللي واقع بين المسلمين كان لها سوف سقوط الاغالبة وشوفوا عطالة المسلمين قدقوا الفتنة دي وايضا في كتاب اسمه فتح الاندلس موجود في الرابط بيتحدث كيف ان المسلمين كانوا عرب ولا بربر تخانقوا مع بعض لما دمروا بعض وفي الاخر جوم الازبان ولعوا فهم هما الاثنين وهذا الذي يجري في الجزائر انه بعد ما المسلمين يعقوا مع بعض هتيجي فرنسا ولا امريكا تولع في الاثنين بجازو الزخر ونتقول لهم يلا دوركم انتهنتوا الاثنين فارجو ان احنا ما نكونش قصار النظر ودايما نتورط في مشاكسات صغيرة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته